الرئيس السادات لما جه كان قدامه مشاكل كتير تحرير الأرض أولا ومراكز القوى والحاجات لكن هو كان عاوز يعمل حاجة داخلية بأمانة شديدة أنا كنت عارفه من زمن أولا ليه علاقة بيه قوية جدا من بداية الخمسينات فهو السادعاني والسادق آخرين إيه اللي يهم مصر ويعمل هو كان يحب يعمل بيده كده يعمل حارقة كده قلت له والله المبدأ الثالث من ثورة 52 لم أتعقق فعاوزين اللي هو الديمقراطية فنعمل دستور وهو الآخر لأن ظروفنا كانت صعب قوي يعني شوف بدأت الثورة بدأت الإنقطات على الثورة بدأت الإخوان المسلمين وواقعة المنشية صحيحة صحيحة 100% محاولة اغتيال عبدالنسي 100% ولذلك على أصرها تم حل الجماعة إلى الأبد ولم يصدر أي قانون أو قرار أو أي حكم بعودة الجماعة إلى هذا الجماعة غير شرعية حتى الآن؟ حتى هذه اللحظة كيان غير قانوني؟ كيان غير قانوني الكلام ده ذكروا أمس الدكتور ابن نعم الفتوح في حوار وأكد عليه بس هيك بتؤكد من سنة من سنة 54 لا هو كمان قبل كده حدث ترجمة نانسي قنع اشتركوا في القناة